هذا وقد اختتم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته لمدينة شرم الشيخ التي امتدت على مدار يومين بمتبع تنفيذ طريق السلام وتفقد السوق التجارية القديمة بالمدينة وتابع رئيس الوزراء أعمال تطوير الميادين التي تصل إلى 13 ميدانا بالمدينة ومنطقة نبق وأعمال تطوير طريق السلام عقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد منطقة السوق التجارية القديم وأقم بجولة في أنحاء المنطقة لمتابعة تنفيذ تطبيقات الهوية البصرية وأعمال رفع كفاءتها